هذه الفيديوات تعتقد انتشرت ولكل شافها دكتور أحمد ويبقى السؤال شون اخترقت إسرائيل هذه الأجهزة تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم كان هناك نوع من دراسة الميدان بالنسبة لحزب الله وأدركوا واحدة من الحقائق أن الموبايل بالإمكان اختراقه على اعتبار يعمل مع الجي بي اس والأقمار الصناعية ومنظومة الانترنيت وهذه بالحقيقة تجعل مسألة اختراق الموبايل ممكنة جدا فكان رد الفعل أن يصار الاعتماد على المحطات الراديوية عبر البيجر لكن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعوا به أن الأجهزة وافدة وما من صفقة تجري إلا وتعتمدها شركات وهذه الشركات بالإمكان اختراقها لأن هذه الشركات أولا متعددة الجنسيات عابرة للحدود وإمكانية اختراقها واردة جدا وما يؤسف إليه أنه دائما نحن في ردود الأفعال لا ننتفع من الدروس المستنبطة كيف ضربة مفاعل تموز مفاعل تموز ضربة بذات الكيفية يعني في حالة البناء والإعداد للمفاعل اللي هو نعم كانت شركة فرنسية ولكن وضع فيه جهاز يطلق عليه بجهاز المجيب الراداري وهذا يفسر عملية الدخول لطائرات الأف سكستين طائرات الضربة الإسرائيلية في حينها بخط مستقيم ضربت المفاعل وضربت قلب المفاعل ثم غادرت أيضا بخط مستقيم ما لم يكن هناك مجيبا لاسلكيا معد مسبقا اللي يتجاوب مع أجهزة النافيقيشن اللي موجودة بالأف سكستين ما كانت لتحصل الضربة بهذه الدقة لا سيما أنه كانت مسألة التمويل يعني دكتور أحمد تأتقل للجهة الجهة المصدرة